اشتركوا في القناة نحكي عن تحذيراتك للموسم برامي المقبل نعرف من كم يوم خلصت تصوير روزانا تماما من فترة كتير قريبة خلصت روزانا وإن شاء الله هيك شخصية حلوة طيبة رائعة بيجور عليها الزمان بخليها تشتغل خدامة في البيوت بتشوفي أحداث كتير زريفية بس هي مطلعة بستايل خدامة يعني بتحسيه أنه الزمان جار عليها بس هي ستايلة رايق يعني كابري يعني بغض النظر أنه هي عم تشتغل أو لا بس بتحسي الحزن بعيونها والمواقف اللي بتصير بتخليه يعني الناس تتعاطف معا إن شاء الله تحبني العالم تحذيرات إليك هلا للصفر بنعرف على عمل عربي بولا نصلتك الأخبار مع أني أنا معتني على القصة طبعا ونلا بدي أعطيم في هيك شي بس أنا فعلا ما رح كتير أعلن عنه قبل ما تواجد مع أنه إن شاء الله يا رب كتير قريبة كتير كتير دايما أنت بتهتمي يمكن بطلالاتك بمكياجك شوية الأشياء اللي بتحبيها وتحكي لنا عن علاقتك بالموضة اليوم عمشوفك بنورة مضواية يا حبيبة قلبي هلا اليوم اطلالتي بتخصني أنا يعني هو اليوم فعلا كنت معجوعة كتير على كيف جهزت حالي ما بعرف على السرية إن شاء الله الناس يحبوني هيك ما بعرف وإن شاء الله يا رب هيك الإيام جاي بتشوفونا بطلالات جديدة عمشوفك كتير يمكن السنة بأعمال كوميدية بس عندك عمال بيئة شامية كيف بتنظر ونحكي عن هيدا المشاركات هلا هالسنة عملت حريم الشاويش مع الأستاذ أسعد عيد كتير حبيت يعني هاي التجربة وسلطني أخذ دوري بداية أي أهم شيء القرارة اللي بتعمل مشاكل بتنقل حكي كتير حبيت الشخصية وشغلتها بحب هلا عندي طول بنات الجزء الخامس يعني إن شاء الله يا رب كمان يعني رغم أني هاي السنة تعتبر تجربتي بطول بنات تعتبر صغيرة لكن اتفعل بالسادس والسابع يعني حلوة بحاب التجربة البيئية باعتبار كنت من قبل كتير غار إن أنا ما حدا عم بياخدني على البيئة بس هلا بلشوا بلشوا يعني ياخدوني ويرشحوا اسمي الأعمال البيئة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة